أعربت فرنسا لأنقر عن قلقها العميق بشأن الضربات التركية في سوريا والعراق والتي تهدد التقدم والمحرز في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع. وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار. قال أن هذه الضربات تؤدي إلى تصعيد التوترات التي تهدد استقرار المنطقة.